مفيش راحة بعد بكرة ان شاء الله بعد مباراة براميز عندنا مباراة سموحة يوم 8 سموحة يوم 8 بكرة ان شاء الله جمعة براميز يوم 4 سموحة يوم 8 وعندنا كمان أفريقيا زي ما قلت لحضراتك أفكر حضراتك تاني بأول مباراة أفريقيا يوم 12 يعني كل 4 أيام مباراة حاجة صعبة جدا؟ آه صعبة جدا ضغطة مباراة ضغطة مباراة اختبار قوي اللي صارتي في أول مواجهاته بيرامدز سموحة وبعد كده مباراة أفريقية يعني الموضوع تقيل لكن مش تقيل على حجم فريق بحجم النادي الأهلي يوم اتنشر فيتا كلوب عشان كده مفيش راحة يوم السبت يبقى السقن في تدريبات النادي الأهلي ده كانت تعليمات مارتن لصارتي اللي قال مفيش وقت ان احنا نريح فيه وطبعا ده كلام منطقي جدا بيكون فيه استشفى اللعبة اللي لعبة المباراة مباراة بيرامدز ويكون فيه أكيد تدريبات قوية جدا لعبين الغائبين عشان يدخلوا فيه فورمة المباراة سمي بقول لحضراتكم تحديات كبيرة جدا بقبلها نادي الأهلي عايزين كمان نعرف يا جماعة لو تعرفوا الطائم التحكيم البكرة عايزين نعرف سيدة المشاهدين التحكيم البكرة قال بيكون مين اوكي هقول لكم كمان الطاقم التحكيمي فيه سمعت بعض الأخبار كده الطاقم التحكيمي من سربيا طاقم التحكيمي كان محترف مش عارف في الدوري السعودي أعتقد أو في الدوري إيه عرف لكم بالزبط دلوقتي كل التفاصيل حاكم السربي تمام بس أنا عايز أعرف بقى سيرته الزاتية وكان محترف فعلا هلو كان محترف فعلا في أحد الدوريات العربية من عدمه قلت لحضراتكم بارح أو سألت ضيوفي الكرام هل هيكون الحكم المباراة دور في مباراة الأهل يواب بيرامدز ولا لا أنا والله مكنت أعرف أي حاجة عن التحكيم ولا مين اللي هيجي ولا مينش مش هيجي فكان معايا بلال وكان أسامة وكان الكابتن إبراهيم كابتن كيمير إبراهيم عبدالصمد اتكلموا أنه يبقى حكم أجنبي أجنبي يعني مش من مصر يعني أي أن كان بقى جنسيته عربية أو أوروبية أي أن كان هو أي حكم أجنبي طيب هل هو حكم أجنبي ليه احتكاكات بالدوري المصري بالدوري أو الدوريات العربية عموما ده اللي بسأل عليه عشان بس نعرف كل الناس أن الدور التحكيم ببكرة هيكون ليه شكل كبير قوي أنه هيخرج بالمباراة إلى بر الأمان ولا هيكون في المباراة أحداث مش عايزينها هيبقى مباراة عصبية عارفين حسام حسن وابران حسن شكلهم دايما بقوا مع فرقهم إزاي اللعبة هيبقى فيه عنف شوية أنا متوقع كده